النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني يوم مهم بينادي بأهمية نشر ثقافة التعاون والمساعدة بنا وبين البعض اليوم الدولي التضامن الإنساني فرصة عشان نقدر نقدم لولادنا دروس توعية في أهمية مساعدة الغير في ترسيخ مبدأ التعاون والمشاركة عشان نقدر نخلي مجتمعنا مجتمع آمن وصحي مجتمع متشابك وكمان مترابط ده حقيقة منا عشرين ديسمبر زي ما قلنا في أول حلقة هو يوم التضامن الإنساني اللي أقرته الأمم المتحدة دايما في اليوم ده عايزين نعرف إزاي نترجم هذه القيمة أو هذا المعنى إلى أفعال أفعال حقيقية على الأرض من خلال التربية من خلال الصحة النفسية والتنشئة كمان الاجتماعية بشكل كبير كلام كتير عن فكرة التضامن المشاركة حننقشه مع دفتنا دكتورة شيرين الدرديري استشاري الصحة النفسية صباح الخير دكتور صباح الخير عليكو صباح الخير على مصر كلها كلام جميل جدا بنتكلم على يوم للتضامن الإنساني يوم بنؤكد فيه على قيم التعامل ومساعدة الغير بشكل كبير إزاي نترجم اليوم ده لأفعال حقيقية في الوقت؟ لسلوكيات أيوة لسلوكيات نعلمها لأبنائنا وللأجيال الجديدة اللي موجودة لأنها دابل فيه لخبطة على فكرة يعني الجيل الجديد شوية عنده نعمة تشويش نتيجة طبعا مش يعني نتيجة السوشيال ميديا ودخول ثقافات دخيلة من خلال البوابة بتاعة السوشيال ميديا على قيم بتاعة الجيل الجديد اللي دوبت شوية شوية كده من الهوية المصرية القديمة اللي بتدعم قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي اللي أنا بلخصه في قيمة سماوية كل الأديان اتكلمت عنها وهي قيمة العطاء وخلينا أقول معلومة مهمة أوي أني يعني من دراستي في علم النفس سنين كتير وخبرتي أن البني آدم لما بيعطي أو بيساعد حد بتتملي مراكز الطاقة اللي عنده بتتشحن بطاقة إيجابية لأنه بيحس أن هو يعني أعرف لما تشوف عملك بيكلل في فرحة عين شخص أو في سعادة حد ده بيدي لك طاقة إيجابية فالعطاء مش لازم يكون له مقابل مادي أو مقابل حتى على فكرة اجتماعية مجرد أن الشخص يعطي ده بيعمل للشخص نوع من الطاقة الإيجابية وأنه هو ليه دور في المجتمع مش عايزين نتكلم كلام شعرات أوي قد ما أنا عايزة أوجه الأمهات أنه هما يرجعوا يزرعوا القيمة دي في عقول الأطفال لأن دول طبعا حجر الأساس بتاع المجتمع الجاي بتاعنا مثلا عايزة أختلف معك يا دكتورة في حاجة صغيرة احنا في مصر يمكن عندنا العمل الأهلي ده موجود من سنين السنين وده كان جزء من ثقافتنا يعني حتى بنشوف من زمان قوي من قبل ما يبقى العمل بشكل منظم كان عندنا الوقف والوقفيات حتى زمان كان موجود للناس الأكثر حظا يعني والأكثر سراءا والناس الأقل حظا كانت بتساعد بمجهودها يمكن في الفترة الأخيرة أنا شايفة أن الوعي بيزيد وثقافة التطوع بتنتشر لدرجة أن الموضوع بقى شكله منظم يعني عندنا العمل أهلي التنموي بشكل أن الجمعيات تتضافر وتعمل أن الشباب يبقوا بمتطوعين وتغيير السخافة التطوع ده أعتقد أنه فرق جدا مع كتير خصوصا أنه بقى معمول بشكل منظم فما بقاش فترة وتعدي أنا مش عايزة بس المنظمات تعمل ده أنا عايزة كل فرد في المجتمع الفرد البسيط الأم البسيطة اللي داخل أسرتها أنا عايزة أحجم أو ألخص الموضوع في دور كل فرد في تعالية القيمة دي وتفعيلها فمش عايزة أحط بس على عاطق المنظمات التطوعية ده عايزة الأسرة البسيطة يوصل لها يعني إيه أنا أغرص قيمة عطاء وتكافل اجتماعي ومساعدة آخرين جوه أبنائي والطرق غير مباشرة طب إزاي أعملها يا دكتور يعني بشكل عملي كده إزاي أنا كرب أسرة أب أو أم في البيت الأسرة المصرية أربي ولادي على التضامن مساعدة الغير إيه الخطوات اللي أنا ممكن أعملها عشان أزرع فيهم هذه القيمة خليني أقول قيمة يعني التضامن ده زي ما أنا قلت لك في الأول أنا عايزة المعنى يوصل للناس هو بيتلخص في العطاء العطاء للغير العطاء للأقارب العطاء للمحيطين بالشخص يعني كل شخص محيط بينا شايف أني هو محتاج مساعدة أنا لازم أعمل ده وده أزرعه إزاي جوه أولادي أني أنا أقدم القضوة والنموذج لأن الأبناء ما هم إلا تنشئة تربوية بتعمل ذكريات في العقل الباطن الذكريات تعمل المشاعر تنعكس في سلوكيات في سلوكيات شخص طول عمره إحنا بنفتكر أهلينا وإحنا صغيرين كانوا بيعملوا إيه وبنقلدوا صح ولا إيه فأنا لما أنا أب وأم أنا موذج لإبني يعني مش عايزة أدخل في تفاصيل قوي بس بالمعاني البسيطة مساعدة حد محتاج حوالي سواء بقى عامل عمارة كل الناس اللي محتاجين المحيطين بي من وقت للتاني ومش أعمل ده الوحدي أوري إبني أن أنا بعمل ده وفهموا أنا بعمل ده ليه علشان ما يبقاش عنده بس يعني الجيل الجديد مسحوب وراء السوشيال ميديا خلينا وقعيين أوكي ما بقاش بس أنا يعني هم مع العجلة بتاعة السرعة بتاعة السوشيال ميديا والتدخلات الكتير لثقافات تانية غير الثقافات المصرية بتتنقل لهم عبر الفيديوهات يعني النسيج القيمي بتاع الجيل الجديد بتشارك فيه ثقافات أخرى مش بس الثقافة المصرية ما أنا ممكن أوظف السوشيال ميديا لقيم التضامن ده شيء جميل بقى ده اللي أنا عايزة أسترس برضو عليه حملات كتيرة جدا في جانب إيجابي من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ممكن التركيز عليها زي أساعد الناس وعمل حملات اجتماعية وغيره يعني يعني إحنا التعامل يعني مبادرات زي مبادرة كتفة اللي كتفة اللي اتعملت وتم توزيع الكاراتين بتاعت رمضان على حوالي عدد كبير من المصريين المحتاجين في الوقت ده احنا عايزين ندعم ده في كل أسرة مش هيقلل كتير يعني في كل موسم احنا المصريين بيشتهروا بإيه بالمواسم والأعياد سواء الأعياد بتاعة المسلمين أو أعياد أخواتنا المسيحيين كلنا مع بعض كلنا إيد واحدة كلنا بنشارك مع بعض ما فيهاش حاجة أني في كل موسم مثلا أعود ولادي أننا يبقى لي تصرف معين أو حاجة معينة بساعد بيها الغير المساعدة دي ممكن تكون عينية بتقديم بعض الأشياء اللي أنا مش في حاجة ليهم بص أنا بقول على نموذج بسيط لرب الأسرة والأم في البيت وأوري ولادني أنا بعمل ده وفهمهم وديهم الحافظ يعني النموذج والخدوة والحافظ إنه لو عمل كده ربنا هيبقى راضي عنك وإنت من جوه هتبقى مرتاح علشان ما تبقاش أنت حاسس أنت عندك حاجات وفيه غيرك شايفك الحاجات دي عندك ومش عنده فإحنا ده بكده أنا بغرس ده في العقل الباطن بتاع الطفل وخليني أقول حاجة لطيفة جدا يعني أنا دايما بستخدمها في تنمية القيم عند الأطفال شريحة الأطفال اللي هم الصغار اللي هم يعني أقل من ست سنين ياريت لما أحكي حدوتة لإبني قبل النوم أقول له قيمة دي يعني حتى لو أنا هعملها في شكل قصة عن حيوان بيساعد حيوان تاني أو لع حيوان في مأذق مثلا فهم قصدي أنا كده بغرس قيمة على فكرة في الطفل بتفضل معاه لغاية ما يكبر إحنا الحواديث اللي كانوا أهلينا بيكوهلنا وإحنا صغيرين بتفضل ترن في ودنة مع كل موقف يعمل ريفرش لهذه الذكرة مثلا إن شخص محتاج مساعدة الكلام ده كله لازم أغرسه والأم يعني معلش كتير من الأمهات دلوقتي عاملات وبيغيب عن وعيهم الحاجات الصغيرة قوي دي اللي ممكن تعمل قيمة عند الطفل وتبتدي تنمي عنده قيمة كبيرة جدا زي قيمة العطاء والمجتمع إيه غير إنه هو يعني لو بنتكلم إن كل أسرة عبارة عن طوبة في المجتمع إحنا لو كل أسرة على المستوى الصغير مستوى الأسرة الصغيرة اللي هي وحدة بناء المجتمع عملنا ده المجتمع هينهض جدا على فكرة بشكل كبير مش هيبقى فيه القيم إن فيه ناس محرومة وناس عندها يعني شوية هيبقى ده بيستاني ده لفت نظر من الناس كتير أو في الشرع في الفترة الأخيرة يا دكتورة وشفناه بقى موجود في مناهج التعليم يعني يمكن تعليم المطور اللي موجود جديد إحنا عندنا مادة خاصة بالقيم وبالأخلاقيات وكيفية التعامل ففكرة غرس قيمة التضامن عند بقى يعني مش هنشتغل بس على السكيل الصغير زي ما حنا بتقولي على ست سنين لو احنا عملناها في شكل منهج أو مدرسي مش هايزين طبعا نزود يعني منهج على الناس بس هي موجودة مادة موجودة إزاي نقدر نوصل المعلومة بقيمة التضامن وأهميته الولاد بيحتاجوا حاجة مختلفة ما بقولوش زي الأول بيقعدوا يسمعونه ونتكلم معهم كتير بيحتاجوا يشوفوا بعينهم حاجة نقدر نوصلهم ده إزاي بحقيقي يا السؤال ده عشان ده كان موضوع المستر بتاعي وطبقته على مدارس الحقيقة وكنت بنادي بإني يبقى فيه كلام ده من وقت يعني من عمر وكنت بنادي يبقى فيه مادة اسمها القيم الخلقية والحمد لله اتطبق ده في المدارس بتاعتنا طب علشان أنا شريحة المراهقين بقى والناس الأكبر توصلهم المعلومة وهم بيشعروا يعني خلينا برضو وقعيين بيشعروا بالملل من المعلومة الجفة صحيح فأنا أعمل إيه أنا يعني كنت عاملة برامج أنشطة كل جلسة بعملها مع الأطفال قد بتعلي قيمة معينة عندهم قيم النظافة والأمانة والعطاء يعني بيكون التارجد بتاعي أن أنا بحكي لهم حاجة معينة أو أخليهم يطبقوا نشاط معين أو أفراجهم على قصة معينة بحيث أنهم ما يشعروا بالملل من مجموعة من المعلومات الجفة اللي مفيش فيها اكتيفتي يعني مفيش فيها نشاط جذاب يجذب الطفل أن هو يستصيغ المعلومة فخلينا نقول أني أجود الطرق اللي تخليني أوصل للمراهق اللي عنده نسبة ملل عالية بطبيعة السوشيال ميديا اللي عملته معينا يعني في طبيعة تركزنا أني أنا أديله ده في صورة نشاط يعمله ممكن يكون مثلا أن أنا أخليه يعمل مهمة معينة فيها مساعدة مثلا الأفراد بتاعت المدرسة اللي هم العمال طبقة العمال أو أن أنا أخليه يساعدهم في يوم ونعملها زي مهرجان كده نسميه مثلا مهرجان العطاء الحاجات دي على فكرة بتقعد في العقل جدا وبتبقى يعني أكثر عملية لزرع القيمة عن أن أنا أدي معلومة جافة في كتاب مع التأكيد على فكرة أن التضامن ممكن يكون مع الأقل حظا والأعلى حظا يعني ممكن يكون حد ميسور حال عني أكثر مني ولكن هو مساعدة دعم نفسي يعني أن أنا أدعم شخص نفسيا وخليني أقول في ده المسنين يعني أنا أعلمه قيمة برضو وأنا لازم العطاء ده يبقى على كل مستويات صحيح تبقى قيمة موجودة في الإنسان وكمان الطبيعة الإنسانية زي محرك أشارتي دكتورة يعني بتنفر شوية من فكرة النصيحة أو الخطاب المباشر أو الوعظ توجيه أنك لازم تعمل كده وما تعملش كده فكرة استخدام الوسائل الحديثة البرامج الحديثة في زرع هذه القيمة بشكل كبير إزاي ممكن يتم توظيف الأسليب الحديثة فكرة الفيديوز مثلا الصورة إحنا دلوقتي في عصر الصورة الشباب كله بيقعد على السوشيال ميديا بيتحرك فكرة القص أو بيسموها الحكية أو الستوري تالينج دي مهمة جدا لأن أحكي بشكل مختلف وجاذب للشباب أو النشأ عشان يعني يتعلموا ويتعاطوا مع القيمة دي طبعا طبعا إحنا العالم بتاعنا يعني نموذج النصيحة والنصح المباشر ده لا يناسب مجتمعنا المعاصر بأثر عكسي أنا أنصحت بحاجة أعمل حاجة تانية في نوع من الملل ومعلومة جفة الفيديوز اللي هي الصوت والصورة من الحاجات المؤثرة جدا في النسيج القيم للبني آدم وبتأثر في المشاعر والأحاسيس إحنا يعني كنا درسين في الكتب إن أنا لما أحب أغير اتجاه شخص وميل شخص نحية حاجة معينة أفرجوا فيديو تكون ناتجته التعاطف مع الموضوع ده عشان أبتدي أغير اتجاهه أو فكرته عن الموضوع فاستخدام الفيديوز واستخدام السوشيال ميديا بقى وأنا شايفة إن في شريحة من الناس بدأت وأنا بحييهم كلهم يعني مش عايزة أذكر أسامي أبليكيشنز أو أسامي أكاونتز بالتحديد ولكن في شريحة كبيرة بتشير إلى معنى المساعدة الرمزية مع الناس حتى اللي في الشارع يعني في برامج بقى الأساس بتاعها فكرة إن أنا أنزل في الشارع أختار كم شخص عشوائي أعمل لهم مساعدة دعم دعم آه سواء دعم معناوي نفسي سواء دعم مالي سواء دعم صحي سواء دعم المسنين في منتهى الجمال بجد أنا كده ببتدي أستخدم السوشيال ميديا بطريقة إيجابية بحيث إن أنا أدعم قيمة زي قيمة العطاء عند الأجيال الجديدة اللي عندها تشويش كده في قيم كتيرة وعندها ازدحام قيم صح كده يعني القيم الواضحة بقى اللي هي فيها الهوية المصرية بتاعتنا شوية في تشويش فيها فالنماذج دي باستخدام الفيديوهات والأبليكيشنز بتاعت المساعدة وطبعا وزارة التضامن الاجتماعي عاملة إن أي شخص محتاج مساعدة عاملة خط ساخن للأفراد اللي بيلاقوا شخص محتاج مساعدة سواء مادية صحية نفسية موجود حوالينا إن إحنا نتواصل مع رقم موجود طبعا على السوشيال ميديا وبيجوا يستجيبوا بسرعة ومش بيستجيبوا بس بيصور يعني ده بيتصور بحيث تعمم الفكرة على المجتمع كله وده هينهض بالمجتمع جدا هيفرق جدا نشر القيم الطيبة ونشر الأفعال الطيبة طبعا ده من أكتر الحاجات اللي ممكن تعمل ترابط وود ورحمة بين أفراد وسعادة للشخص نفسه اللي قام بالقيمة دي أكيد دكتورة شارين الدرديري الاستشاري النفسي نورتينا وشرفتينا أتمنى بجد القيمة دي لو كل أم حرصت يعني رسالة الأم حرصت على زرعها في ولادها المجتمع هيفرق هنطلع جميعا شكرك نورتينا وحضرتك قلت كلمة مهمة جدا في الحوار قلت لما بنسعد الآخرين أنت بتسعد نفسك أولا يعني فكرة فعل إسعاد أو إدخال السعادة والتضامن مع الآخرين هو إسعاد لنفسك أولا دي نقطة مهمة جدا